وعليها كل مدخيل الدولة خاصة وأن الوضع ينظر بالخطر عندما تفكر في أن مبلغ الضرائب النفطية ضخم والتي قدر خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة إلى ما يقارب على 20 مليار دولار لطن دالجيري كتبت لتخضايير دي بانكترانجير أوران لغ سينديكا حيث سيتم إنشاء نقابات خاصة بالبنوك وشركات التأمين الخارجية ستكون تابعة لاتحاد العام للعمل الجزائريين حيث أعلن أمس في العاصمة الجزائرية محمد زبيري الأمير العام للاتحاد الوطني للدراسات المصرفية والتأمين بأن الشركات الأجنبية تستعد لإنشاء نقاباتها الخاصة نختم معرض الصحفة بتصريح الوزير الأول أبد المالك سلال قال الوظيف العمومي لن يستعمل مبدأ الأفضلية في التوظيف مستقبلا بين حاملية الليصانس نظام قديم والليصانس الالمدي هكذا قال سلال أطمئنكم أن المشاورات انتهت بإقرار منشور وزاري سينزل للوظيفة العمومية خلال الأسبوع المقبل وسيتم تنفيذه والعمل به في كافة المسابقات المقبلة حذر أن يقعوا في التغليط لأن الدولة لم تميز يوما بين أبنائها الذين تدرجوا في جامعاتها وإنما الذي كان يحدث هو بيروقراطية ابتدأها بعض المسؤولين وهي الظاهرة التي أعلن الحرب عليها سلال هذا تصريح الوزير الأول إلى ركني الضيف مشاهدينا يحضر معي اليوم السيد فنيدس بنبلة مدير تحرير جريدة الشعب سيد فنيدس مرحبا بك معنا أهلاً وسهلاً شكراً على الاستضافة ماذا رأي جريدة الشعب أحوالها؟ الشعب البارحة أطفأت شمعتها الواحد وخمسين من التأسيس وجاءت بعد سنتين من مظاهرات 1 ديسمبر 1960 والآن جريدة عمومية بطبيعة الحال في محيط إعلامي تنافسي يعرف يعني زخم إعلامي كبير وهي تعمل ما في الممكن من أجل أن تكون لها في هذه الخارطة الإعلامية الجديدة بمواضيع تنمو عن المصدقية وعلى الصدق وعلى العمل الجواري الذي هو قاعدة أساسية طيب السيد فنيدس في وسط هذا الزخم الإعلامي اللي تكلمت عليه أنت ما هي تحديات جريدة أمومية؟ تحدياتها الآن التحديات هي نفس تحديات جريدة الخاصة أنها تكون أقرب للمواطن بقدر ما تكسر تلك الحواجز وتفتح نوافذ للرعي ورعي الآخر وتكون أقرب للمواطن من حمل همومه وانشغالاته فهي تكون موجودة وتكون مطلوبة وتكون ذات وجود في الميدان هل عندكم كامل حريات اللي يتمتع بها ربما جرائد الخاصة؟ والله الحرية كعين الحرية وكعين مسؤولية يعني الحرية الصحفي هو أن يكون أن يطلق العنان لقلمه لكتابة أشياء يعني واقعية ولكن في نفس الوقت تستند إلى مصادرها تستند إلى أشياء مؤسسة وليس يعني يكون مجرد يعني تخمينات أو من أجل الإثارة أو من أجل الإفراي كي الحرية تمشي مع المسؤولية حرية مع المسؤولية وكلاهما يكمل الآخر وإذا فقد أحد توازن سقطت سقطت المعادلة الإعلامية وغابة يعني يعني ليس الحرية أن تقول ما تشاء سيد فنيدس الحرية ليس أن تقول ما تشاء بطبيعة الحال هناك ضوابط يعني كل إنسان عنده ضوابط حرية تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين سيد فنيدس شدكم أنتم يعني الآن عملتوا عمود ربما هذه جديدة يعني ما كانش عندكم عمود في الجريدة فيه عمدة ولكن ماهيش قارة يعني هذا ولكن الجريدة يعني في طور مستمر من خلالي كما قلت لك على اعتماد على العمل الجواري الإعلامي الجواري أولا بيتفتح على المحيط وبيتفتح على الآراء وعلى الأفكار ما يبقاش الإنسان يعني ماشي على نمط واحد في الكتابة وفي مخاطبة الآخر ولكن يسمع للآخر أيضا ويفتح له المجال ليكون له صدى وليكون له وجود طيب سيد فنيدس نشوف أنا لما نشوفه جريدة شاب فيه عمود فيه بيلا روتوش وصلتوا لدرجة وين لقيتوا نفسكم لازم يعني تواكبوا الجرائد الخاصة يعني هذا الواجب هذا اللزومي هذه موجودة في كل يعني مرحلة وفي كل يعني في كل يوم لأن الإعلام هو الإعلام ذلك المتطور وليس ذلك الإعلام يعني الجامل بقدر ما تتطور بقدر ما تكسب يعني ريتم جديد بقدر ما تقتحم مجال المشهد الإعلامي المتعدد طيب نبدأ بالمواضيع اللي اكتبتوها اليوم نبدأ بموضوع جريدة الشعب اكتبتو دشنا وعينا مشاريع برنامج رئيس الجمهورية بعين تيمو شيند سلال قال أنه نسعى إلى تقريب الإدارة من المواطن والاستقرار الذي نعيشه أصبح شيئا نادرا وغاليا هذا موضوع موضوع الأول اكتبته جريدة شعب سيد فنيدس نشوفه يعني في قراشات الوزير الأول عبد المالك سلال دائما الضرب على الإدارة وعلى هذه الإدارة لابد أن تتفتح المواطن ما تبقاش غالق على نفسها لأنها تكسب مصداقية تحا تقصد شفافية تكسب هذا 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 الثقة من خلال التقرب مع المواطن والاستماع للمواطن وحمل انشغالاته وعلى هذا الأساس فيه استأكيد في كل مرة على ضرورة اشراك المواطن ربما حتى في بعض الجلسات وفي بعض المداولات وهذا شيء جديد يعني بالنسبة للجزائر وهذا هي الديمقراطية يعني بأوسع مداها الديمقراطية ليس فقط المركز ولكن أيضا الموحيد لأن الموحيد حتى يكون هناك امتداد لمعادلة واحدة ما يكونش المركز في جهة وما يكونش يعني هذه الجزائر العميقة في شيء أخرى وبالتالي الكل يعمل على تناسق وفي تناغم وعلى هذا الأساس في كل زيارات الوزير الأول فيه تأكيد على ضرورة التقرر من المواطن والاستماع لانشغالته لأن الإدارة هي في خدمة المواطن أصلا طيب سيد فنيدوس في رأيك تكفي قرارات الوزير الأول يعني هل تكفي حتى من يوصل المواطن للإدارة والإدارة توصل المواطن؟ بطمعة الحال هو الفكرة تبدأ الفكرة ولكن لابد أن تتبعها تطبيق تطبيق ودون تطبيق تكون هناك يعني اختلال في هذا القطاب ولا يجد صداه ولا يجد له يعني مكانة عند المواطن اللي هو يمعد دائما على أن تكون هذه القرارات أن تكون هذه الأشراعات مجسدة وليست مجرد يعني وعود فقط وعلى هذا الأساس حنا نشوفه يعني في هذه الحركية على مستوى الجماعة المحلية أنا نشوفه الولايات خارجين للميدان بعدما كان في السابق ما يخرجوش بزاف لأننا نشوفهم باستمرار يعني خاصة العاصمة عبدالقادرزوخ عبدالقادرزوخ وكل الولايات كلهم يعني حنا نجينا أخبار وعندنا مراسلين يعني في مختلف الولايات تقريبا يوميا الولايات في خارجات ميدانية ليس فقط استعراضي على ما أعتقد ونكن مقارعة واقع حامل يعني هموم حامل انشغالات يبحثون عن حلها حتى تكون التعليمات وحتى يكون هذا القطاب السياسي مجسد في الواقع على ذكرك الولايات النهار كتبت في موضوحها الأول سيتم حفرها وإقامتها عبر الطرق السريعة لتفادي الفيضانات خنادق وأسوار لتفادي مثل ما حدث حملة باب الود والجزائر يأمر بتسريع وديرة إنجاز الخطة الاستعجالية قبل دخول فصل الشتاء لوالي قال الآن رح يبنوا أسوار وخنادق يا أسوار يا خنادق يعني حتى ما يكونش فيه فيضانات هذا أمر به خصله 83 مليار دينار لتطهير المياه والوقاية من الفيضانات في العاصمة صحيح أنا أرى أن مثل هذه المسائل لابد أن تخضع لتسير عمران دقيق متناسق نحن نرى أن نبنيه يعني منشآت ونرى أن ندير إنجازات شبارة ولكن في بعض الأحيان نشوفها تعترضها بعض الأختلالات نشوفه أحيانا مثلا كيف يعني طرق سريعة في جهات ما من الوطن بمجرد زخات أمطار تهبط تتحول إلى بيرك وتكون خطير على مستعملية الطرق في اعتقادي أنه لابد من نخليه ونخدمه بخدمة مثلا كي نبنيه لازم يكون كل شيء من هي لير حسابات كي نديرون مدينة كي نديرون مرفق حتى الصورة اللي وضعتها النهار يعني تينالة وغارق في المياه شبه بواد يعني مشبه بواد وبالتالي ما تبقاش هذه نشوفها هنا تر